دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة الحقيقة يمكن كان حريص على تهنئة البطلة المصرية العالمية ميار شريف بعد محققة لقب جديد في مشوارها في رياضة التنس فوزها وتتوجها مؤخرا ببطولة بارما المفتوحة للتنس حطها مرة تانية أون تراك يمكن هي في مباراة النهاية قدرت تحقق الفوز على اليونانية ماريا سكاري في نهاية البطولة عشان تكون أول لعبة مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة المحترفات للتنس وطبعا دكتور أشرف صبحي أكد في بيان الصدر عن وزارة الشباب ورياضة أنه عندها قدرة ميار طبعا بنت مصر على أنها تحقق كثير من الألقاب وأنه الوزارة مش هتتأخر بقى شكل من الأشكال عن دعمها في مشوارها عشان تقدر تحقق كثير من الإنجازات الفردية اللقب ده خلينا أقولكم أنه كانت ميار تلعت من قيمة الطوف 50 أو أفضل 50 لعبها على مستوى العالم وكان الرانكينج بتاحها أو ترتبها على مستوى العالم وصل للتصنيف رقم 74 لكن بعد فزها وتحقيقها للقب بطولة بارما قدرت تدخل مرة تانية في قيمة الطوف 50 المفترض أنها يتم الإعلان عنها بكرة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر